ليش كلمة الله التشريعية هي العليا لأنها لأن هدفها هداية الآخرين هذا أسمع لغايرات يضحي القائم على هذا الهدف يضحي بنفسه النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام اتمرت فترة أتى عليه الأطباء قالوا له ما بك كل ما نلاحظ بدنك ما عندك في المرض ظاهري اللي يظهر لنا هل فيك شيء مشكلة فقال إن في مرض خفي ألم خفي سأله قالوا له شنو الألم الخفي قال أنا صار لي السنين أجلس على الطعام وأقوم وأنا جائع ما أشبع يقول ألا بسهوهم كان عزيز مصر شخصية يعني اللي يؤتى إليه بكل شيء أصناف الطعام والفواكه يقول أنا ما شبعت قط قال له لك قد صار لي قال سبع سنوات أنا جعان أأكله بمقدار قليل فقيل له كيف دي أشي يعني أتى سبع سنوات جعان قال أنا أخاف أروح على الآخرة فإذا سألني الله عز وجل كيف تشبع وبعض الشعب جائع من الشعب اللي أنا أحكم أو أنا عزيز على هذا المدينة على هذا البلد بعضهم جائع فأنا شلون أشبع فكيف أجيب الله عز وجل شوفوا هذا القائم على أمر الهداية نفعي أو مضحي هذا يجي ضحي لأجل الآخرين أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يضحون كلهم ضحوا لأجل الآخرين